في حظ معاك هي قوس الناس اللي حاسن هي مفتقدة للحظ الفترة اللي فاتت وان الدنيا عندها وقفة وما بتتحركش زي ما قلنا كل حاجة بتتغير اللي حظه كان ماشي هيوقف شوية واللي حظه واقف هيبتدي يمشي القوس واضح ان هو المرحلة اللي فاتت كان الحظ معايا واقف بس دلوقتي هيبتدي يمشي عجلة هتدور وهيحس القوس بالانحراف دا هيحس ان الدنيا هتبتدي تحوت به لحاجة احسن العقبات هتبتدي تقل المشاكل هتبتدي تقل هتدي يكون انجح في حاجات ان شاء الله الحاجات اللي هو داخل عليها في حيرة محتار خايف ياخد قرار وتوابعه مش شاير هي ايه واعتقد القرار دا يخص حاجة غير بقى العلاقة السلسية دي ان هو يحسنها دا موضوع تاني لا القرار دا يخص المادة اما ان هو يبيع يشتري يدخل ان باس من دا ولا ما يدخلوش ايه اللي يعملو بالزبط هو محتار الكارك دا النصيحة اللي بيقدمها لك يا قوس خد وقتك في التفكير ويجمع المعلومات اجمع معلوماتك عن الحاجة اللي انت داخلها على قد ما تقدر عشان تتفادر اخطاء فيه هنا عودة لصديق قديم او حبيب قديم او حد قريب يعني حد عزيز على قلبك جدا جدا هيرجع وهيقدم لك شيء ممكن هيكون هيقدم لك نصيحة افتكر انه هيقدم لك نصيحة تجاه الموضوع دا الشخص دا نيته ليك خير وفعلا عايز يساعدك يعنى حاول تسمع لي ارة اما مان تفكر ان هو من الابرج القيادية بس هوا الايام ديه اخد قيادة الكارتين دول يددلوا على القيادة هنا انت المتحكم في مسارك هنا انت قائد انت اللي بتفكر لنفسك تفكر لنفسك مع نفسك تماما وانت اللي هنا بتقرر كمان للمسك. تفكر وبتقرر للمسك. queen of ones. القطة اللي هنا دي. دي. افتكر دي حاجة موقفة الحركة بتاعتك. دي شخص موقف حركتك. ممكن يكون حد قريب منك مثلا ام اخت حد قريب منك بيقولك لا حاسب لا بلاش. لا واقف استنى. فهمين قصدي؟ هو قلبه عليك هو بيحميك. هو فكر ان هو بيحميك. اسمع له طبعا وخد برأيه اكيد. بس هو موقف الحركة بتاعتك. بس برضو لابد تسمع له. انه شخص قريب منك جدا وفعلا قلبه عليك يقوص. اسمع له. هلخص القراية. هنا فيها علاقة ثلاثية. وللاسف يعني المعنى الثاني للكرت ملوش مكان في وسط القراءة دي. هو ملهاش اللي كبير. سوري. يعني معتقدش ان هو احتفال. لا ده مش احتفال دي علاقة ثلاثية. في هروب من الحالة دي. بتحاول تهرب ان انت متواجهاش. وبتهرب تفكر لوحدك. قاعد لوحدك وعمال بتفكر. بس هتمسك زمام الأمور قريب جدا جدا جدا. عندك عجل تحظها الدور. والدنيا هتبقي تتغير معاك. والحظة هيكون في اتجاهك وفي صلحك. في معافاة من حاجة كنت بتعاني منها. ممكن يكون الحيرة بتاعت القرار ده. والقلم النفسي اللي بيسببه موضوع العلاقة الثلاثية ده. وممكن يكون حاجة تانية. ممكن يكون انت بتعاني من مشكلة صحية ومشكلة نفسية. اي حاجة من الحاجات دي ان شاء الله بتتعافى منها تماما يقص. في حيرة لحاجة تخص المال. جمع معلومات. اوكي. وفي صديق قديم او قريب ليك حد قريب. بقالك فاترة مشوفتوش هيجي ويقدملك نصيحة بالنسبة للموضوع ده. يريد تسمعني. ده ملخص القراءة. القراءة حلوة. ما فيها مشكلة هي بس موضوع العلاقة الثلاثية ده. ويعني واضح ان انت في الموضوع ده غزبة عنك. مش بمزاجك. يعني مش حاجة وحشة منك. مش خيانة يعني. بس انا حاسة الطاقة واصلالي انه حاجة اتفرضت عليك. فاهمين قصدي. من الشعيب يعني نعترف بالخطأ او نحاول نصلكه يعني. العقرب حاضر يا قلمة قريب قوي حبيبتي حقوله. يا لودا مرسية روحي تسلميني. بلا بطيخة مرسية ام الحياة. امري الحياة. حاضر حاضر. حاضر. اتسام انا حستها من طرف القوس. لان القوس بيهرب. واللي بيهرب بيهرب لان هو حاس ان هو عامل حالة غلط. بس ايه التعبان من الخيانة يعني. ممكن جدا ما قد انا قلته. ممكن يكون حاسس بتقنيب ضمير من الحالة اللي هو فيها. كلم صح عن زوجي. اوكي يا هيام كويس. اوكي. يعني ايه علاقة ثلاثية النجوة. يعني علاقة فيها تلات اطراف. يعني فيه شخص فيه في حياته اتنين. اسمها علاقة ثلاثية. ان شاء الله يا نورة اسلاميلي انتي يا حبيبتي. اه ايه انا سعمران انا مش فهم ما بتقول ايه. اه فادوة حبيبتي انت ممكن تدخلي على جوجل. ابتبي اللي انت بتقولي ده نسبة التوافق. جوجل هيقول لك هي ايه. احنا هنا بنشوف الطاقة. ما بين البرج والشريك بتاعه. احنا انت قصدي. الله يرضى عليكي. محد يسألني سؤال ده. بجد محدش يسألني سؤال ده. ده سؤالي هتلاقي واجبته على جوجل والله مقالات كتير اوي كتبه بمضاعدة نسبة التوافق والحاجات دي يا سانتو انا اللي بحبك اوي I love you too الله يحفزك بشكرك يا نجاتة التوريكي بشكرك حبيبتي الوتي كله صحي مرسي اميرة اوي بشكرك فعنا ولا ممكن شخص تالت بيدخل بين الاثنين لا يا سلمة انا مش شخص تالت بيدخل بين الاثنين لا في علاقة او قلتلك مش هازم يكون علاقة كاملة ممكن يكون حتى تفكير في شخص تاني يا رب يا كريم وعليكم السلام يا كادا اهلا اقل ما انجه هو الشخص من حد متواجد ومجادة بحاجة بغوانة مش اكتر انما ما فيش علاقة سلثي حلو جدا انا اقلتلك يا دين انا مش لازم يكون علاقة كاملة خالص كلمة يكهول عن الدالو كان صح مرسي يا جهان اه الدالو كان كتراءة فضيعة انا بيدي ممكن برجل العقرب قريب جدا يا توليب هي توليب مفروض قوية ولا مصد جواية كتير بشكرك يا مازن ان شاء الله يارب تكون بفايدة وتستفيد منها دي اهم حالة ما بيش حظ معايا خالص ليه يا لولا ما احنا بنقول القوس اهو والقوس ان شاء الله الحظ حيبتدي يبتسم له شوية محمد لو عايز قراءة خاصة فليز ابعت للصفحة ونقولك تعمل ايه كيف نتوصل معاك خاص ابتسامة بعتي رسالة على الصفحة ورد عليك يا حبيبتي انا بعتزل الناس على المسجات بقى لي فترة مش بقرة المسجات بس هركز اكتر الايام دي تعالوا نشوف الحالة العطفية بتاعته بقى صح صح مرسية رانية كل قيتي صح تحييتي بشكرك جدا يا محمود بشكرك جدا تعالوا نشوف حالته العطفية ايه بقى بمناسبة العلاقة السلسية دي بس هتبقى علاقته بقى بقى نهي شريك مولف علاقة سلسية ده يعني محير انا بركت محير صراحة حالة عيناء حالة عيناء طيب القوس عايز ايه القوس في المرحلة دي عايز يبعد عايز يمشي او كي عايز يمشي او برضو انا يعني الكارت ده معناه فراء وكل قارئ بيشوف الكارت زي ما اتطاقها وصلاله انا التقطقط ما توصليش ان هو انفصال نهائي انا بتوصلي ان هو مجرد بعد يبعده شوي بحس ان كل واحد يفكر ويشوفه عايز يعمل ايه القوس عايز يبعد شوي اوكي لان عنده الموق طالع نازل طالع نازل الدنيا عنده مش مستقر لا مزاجه مستقر ولا افكاره منتظمة يعني عنده شوية لخبط نفسه في حالة استقرار يمكن يكون الاحداث عنده سريعة شوية فهو مش عارف يتأقلم عليها انا مش عارفة ايه الوضع لكن هو مش في حالة مستقر عطفيا كويس؟ القوس شايف شريكه ازاي؟ شايفه طاقة خير طاقة وخير من ربنا خير ربنا باعته انا الايد دي بشوف ان هي رسالة حاجة من ربنا حاجة ما باوتها من ربنا وعصى فيها خضار ده بالنسبة لي خير يعني القوس شايف شريكه ان هو بيمده الطاقة الخير الطاقة ما بينهم دلوقتي القوس وشريكه فيها خسارة حاسين بخسارة اللي اتنين ده حاسس انه خسر وده حاسس ان هو خسر ليه طيب طالما حاسين بالخسارة معناها انه انتو شخصيات يعني شخصيات غليين على بعض طالما حاسيته بالخسارة الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز اشتغل على العلاقة تاني ما فقدش الامل مش عايز يبعد عايز يشتغل عليها تاني وعايز يقدم لشريكه مشاعر يعني عايز يقدم له ده page of cups عنده لسه ده مشاعر لسه ما طلعهاش لشريكه عايز يوري له مشاعر اكتر وشايفه ازاي شايفه اساسه كويس يعني شريك القوس شايفه انه اساسه كويس بس هو محتاج شوية شغل عايز شوية تصبيت لكن هو في الاساس شخص كويس فيه بخل في المشاعر ما كله ماسك على مشاعر ومسيطر عليها الشهر اللي بعدك زي ما تقول فيه بقى تكبر متكبرين على بعض وزي ما تقول كل واحد انا عملتلك انا سوتلك انت مقدرتش انت معملتش لكن الشهر التالت هيحصل حاجة فيه عملية ترويد لحد افتكر ان المتمرد دلوقتي هو القوس بما ان القوس اللي عايز يبعد هو اللي عايز يبعد فافتكر ان المتمرد واللي عنده حالة شراسة شوية كده هو القوس هو اللي بيقزي العلاقة دلوقتي فحيبتدي شريكه يروده وحيروده بالراحة حيحاول يفهم هو عايز ايه هيحاول يقرب وجهات النظر ويبتدي يشتغل على علاقة زي ما هو عايز هيصلح بقى هيتدي يصلح العلاقات العلاقة فيها امل كبير جدا يا جماعة لو زي ما انتم بتقولولي القراءة مزبوطة وفعلا حصلت العلاقة الثلاثية دي واضح ان الشريك كان فيه تقصير منه من ناحية شريكه في حاجة فاديه الحق ان هو يبتدي يفكر في حاجة تاني فالطالما هيبتدي يصلح الغلط يبقى برافو وعاف الله عما سلف ونبتدي نصلح وترجع على المية المجليها وكما كنت زي ما توقفوا انتم حاسين بخسارة دلوقتي حاولوا تعوض الخسارة دي بسرعة وان شاء الله العلاقة ترجع زي ما كانت واحسن اشتركوا في القناة